على ساتة سفير حمدي صالح أنا مش هسأل هل أمريكا هتستخدم حق الفيتو ولا مش هتستخدمه لكن إمتى أمريكا هتبقى مستعدة لعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن وبالتالي نقدر نوصل الوقف لإطلاق النيران في فلسطين شووس يا تك دلوقتي أولا نقطة اللي عايز أسرها مبدئيا هي إن ده قرار للمحكمة وليس حكم المحكمة ومن وجهة نظر الأمريكية المجلس الأمن ملزم بتنفيذ أحكام المحكمة وليس قرارتها ده قرار هذا قرار له قدرة تنفيذية ولكن محدودة ليس المجلس الأمن لا يمكنه أن ينفذها يعني يتخذ هذا القرار كحجة للتنفيذ يجب أن يكون حكم لم تصدر المحكمة حكم لأنها في وضع صعب يعني أولا إسرائيل هي عضوة في المحكمة عضوة في الاتفاقية اتفاقية المحكمة ولكن حماس ليست عضوة في الاتفاقية المحكمة وبالتالي ما كانش عندها القدرة أنها تقول أن هناك طرفين بيخضعوا لقرار لاختصاصها وبالتالي تصدر حكم في هذا وبالتالي هناك مشكلة يعني إجرائية في هذا عندما تصل الأمور إلى مجلس الأمن ده أول نقطة لكن النقطة الثانية التي أشرت إليها ما هو الأثار التراكمية لهذا القرار ده أثار تراكمية واضحة جدا الولايات المتحدة الوقت هناك تسريبات في نيويورك تايمز وفي الواشنو بوز وما إليه أنها تتقدم بمشروع للتسويع لإيقاف الحرب لإيجاد مخرج لإسرائيل من هذه الورطة التي وضعت نفسها فيها وأيضا للتحرك تدريجيا نحو التهديئة والتبادل الأسرة ثم التحول إلى مصار سياسي لإيجاد مصار للوصول إلى دولتين يكون إدارة بايدن تتقدم بهذه الاقتراحات في هذه الفترة سمتطلب من رئيس المخابرات الأمريكية جون بيرنز أنه يذهب إلى فاريس ويقابل رؤساء الأجهزة الاستخدارية الإسرائيلية والمصرية والقطرية بحضور نائب رئيس الوزراء القطري وما إليه هذا اهتمام بالغ من إدارة بايدن أنها تحرك الأمور وبتحركها بعد هذه الحركة بعد هذا التطور أن المحكمة تخص هذا القرار فدي أول نقطة ولكن النقطة الثانية أنت دلوقتي في موقف قوي كعرب وكفلسطين أنت عندك الرأي العام معاك إلى حد كبير عندك المحكمة المحكمة العدد الدولية وهي أحد فروع الأمم المتحدة وهو فرع مهم بتأخذ هذا القرار وهذا القرار عندما يصدر بإجماع القضاء بما فيهم الرئيسة المحكمة وهي أمريكية وبالتالي لا تمثل رأي أمريكا في هذا أنها تمثل رأي الشخصي وتتحدث عن عندما تقدم الحكم بهذه الموضوعية وبهذه الدقة ده في حد ذاته مؤثر جدا على الرأي العام ومؤثر جدا على التجاهات السياسية لأوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة ولذلك أتوقع أن يكون هناك تحرك عربي أولا للاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ولتقدمها إلى الأمم المتحدة لكي تكون عضوة في الأمم المتحدة والتحرك في هذا المصار بناء على أن هناك فعلا اعتراف بأن المحكمة العدد الدولية بأن الشعب فلسطيني قد أوزي وقد وضع في موضع بالغ السوء بهذه الحرب وأوزي فيها المدنيين ومائلين وبالتالي الموقف الوضع التراكمي الذي تحدث عنه سيحدث ليس نتيجة أن القرار من ناحية القانونية سينفذ ما أعتقدش أنه سينفذ نريد أن الأمريكان والغربيين أموما سيتدوروا على صيغة أخرى يعني تسمح بالطرفين أم يعني كل واحد يحق بعض ما يريد